أهلا بكم مشاهدين إلى فقرتنا التحليلية والتي أصحابني فيها اليوم الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حيدر المكاشف أستاذ حيدر صباح الخير عليك وكل عام أنت بخير صباح النور أستاذ سالم الهاشمي صباح الخير على كل السادة المشاهدين وكل سنوينت طيب وكل الشعب السوداني طيب وخير وكل المسلمين في كل أنحاء العالم نقول لهم كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد نسأل الله أن يكون عام خير وبركة وبالذات على السودانيين أن يستطيع الشعب السوداني عن طريق هذه النقاب وعن طريق هذه المقونات السياسية أن يطوي هذه الأزمة المتطاولة والمستفحلة والتي أقعدت بالبلاد كثيرا جدا وأن تعود الحياء المدنية والديمقراطية إلى مثارها الصحيح اللهم أمين إن شاء الله يا رب نبدأ الجولة من صحيفة السودانية ومنها نقرأ سينين تنشر تحقيقا عن تهريب الذهب السوداني ومباركة الجولة يكذب القناة الأمريكية في تفاصيل الخبر نشرت سينين الأمريكية مستحقيقا تلفزيونيا عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا وقالت إن معظم مصادرها تزعم أن حوالي تسعين بالمئة من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إذا كان هذا صحيحا فسيصل قيمته إلى ما يقرب من ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة مليون دلال لا يمكن لسينين التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل كذب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مباركة ردول تحقيق سينين وقال إن ما نشرته نعم الباقر على سينين فقير وضعيف وغير دقيق في بعضه وأرقامه مضخمة بل خيالية وأضاف واضح أنه في إطار محاولات لإقحام السودان فيما يدور بين روسيا والغرب وهذا لن يجدي في التقرير ولم ينجحوا في حبكها جيدا بداية أستاذ حيدر ما هو تقييمك لمواردها في تحقيق سينين طيب في البداية أحيي الأستاذ نعم الباقر الأستاذ نعم الباقر طبعا هي ابنة الأستاذ الكبير والصحفي المخضرم دكتور الباغر أحمد عبدالله مؤسس ونشر صحيفة القرطوم والدتها الأستاذ ابتسام عفان نعم الباقر طبعا أنا على المستوى الشخصي بما فرضته من أداء متميز أسميها صائدة الجوائز العالمية لقد حصدت كثير جدا من الجوائز العالمية نتيجة أداء الصحفي وتقطيات الاستخصائية المتميزة عالية الاحترافية في كل أنحاء العالم وفي مناطق ملتهبة ومناطق اضطرابات سواء كانت في أفريقيا أو في آسيا أو في غيرها الأستاذ نعم الباقر صحفية احترافية عالية المهنية يعني نحن شهدنا بداياتها الأولى هي طبعا نشأت وترعرعت في بريطانيا وتلقت دراسات في بريطانيا حتى تخرجت من واحدة من أرقى الكليات البريطانية بعد ذلك عادت إلى السودان لتبدأ حياتها الصحفية طبعا حياة الصحفية وقتها كان والدة أسس ونشر وينشر جريدة القرطوم بدأت بداية عادية جدا كما يبدأها أي مبتدي لم تميز نفسها باعتبار أن هذه صحيفة والدها نحن شهود على ذلك بدأت تجوب شوارع القرطوم وتتواجد أينما يوجد الحدث تتحرك راجلة بلا سيارة بلا غيره وبذلت مجهود كبير جدا وأثبتت جدارة كبيرة جدا بعدها غادرت إلى دارفور وجابت أنحاء دارفور المختلفة الويهاد الويديان النجوع وأنجزت تقارير متميزة جدا عن قضية دارفور في ذلك الوقت المبكر قبل أن تنتبه الميديا العالمية إلى دارفور وتتجه إليها وقبل أن يتجه أي أحد إلى دارفور هذا الأداء المتميز أهلها لتنضم إلى رويترز انضمت إلى رويترز وأيضا أثبتت فيها كفاءة عالية منها انضمت إلى القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني ومنها إلى CNN التي تتقلت فيها الآن موقعا مرموغا جدا نتيجة هذا الأداء الصحفي الاحترافي العالي والمميز جدا احترافية بلا كلام ودائما تتخصص الأستاذة نعمة الباقر تحية كبيرة لها لأنها تشرف كل الصحفيين السوداني بل كل الشعب السوداني بأنها تشتغل على القضايا الاستقصائية القضايا الاستقصائية مثل هذا الموضوع الذي اشتغلت عليه الآن دائما ما تكون المعلومات عنها إما محجوبة تماما أو محجوبة جزئيا ليه؟ لأن هذه القضايا دائما تكتنف شبهات فساد كبيرة جدا فلهذا تخفى المعلومات عنها وتحتاج إلى بذل مجهود كبير جدا هذا التقرير الذي أنجزته الأستاذة نعمة عن موضوع الزهب وتهريب الزهب إلى روسيا وغير روسيا هو من القضايا التي تحتاج إلى استقصاء استقصاء مكسف واستقصاء عميق وهذا ما فعلته أيضا بإنجاز هذا التقرير الاستقصائي المكتمل والمتكامل تماما من ناحية صحفية لا يمكن أن تقيم هذا التقرير سوى أنه تقرير استقصائي كامل ومتكامل فيه شغل ميداني على الأرض فيه حصول على وسائق ودراسة هذه الوسائق نقبت عن خفايا ما يدور حول موضوع الزهب وتهريبه إلى روسيا استقصد التقط بمسؤولين سواء كانوا سودانيين من القبراء أو أمريكان ومن كل هذا العمل الصحفي المتكامل أنجزت هذا التقرير لكن رئيس الشركة السودانية الموارد المعدنيني وصف التحقيق بأنه ضعيف وغير دقيق ولكنه لم يرد على موارد في الوثائق التي تؤكد عمل شركة فاغنر الروسية التي تفرض عليها وتفرض عليها عقوبات في التقرير مع الذهب ولاية نهراني هذا الأمر لا يتطلب تحقيقا مع مدير الشركة السودانية الموارد المعدنية نعم صحيح لكن هو أردول يعرض خارج الحلبة تماما كما تعلم سفهت أردول تماما لم تأتي على ذكره في التقرير هي استهدفت الرؤوس الكبيرة كما جاء في التقرير أو لب الموضوع لب الموضوع هي تكلمت عن علاقة خاصة جدا بين السلطات الروسية وقائد الدعم السريع حمايتي أيضا تحدثت عن علاقة خاصة جدا بين الروس وقائد الجيش البرهان لم تأتي على ذكر أردول ولا الوزارة نهائيا باعتبار أن أردول لا يعني لها شيئا في هذا التقرير هي تتكلم عن علاقات خاصة هي التي سهلت لها طيب لماذا رد أردول عنه ما لديه لابد أن الكلم ينبع غالو حرصا على الضرب أو هي كمسألة يعني أول حاجة أول حاجة تعليقه ده تعليق جزافي كلام في وسائق نعم في زيارات ميدانية في استقصاء كشف هذه المسائل في أرقام ولم يرد على قال هذا ضعيف هذا كلام إنشائي أنت ترد على ما جاء في هذا العمود من وسائق ومن حقائق لم يرد ولن يستطيع لأنه أصلا هو ربما لا يدري شيئا هي لم تأتي على ذكره أصلا هي أتت على ذكر البرهان وعلى ذكر حمايتي باعتبار العلاقة الخاصة جدا بين الروس وبين هذين تحدث هو ربما لا يعلم أردول نفسه عن هذه العلاقة وما يدور فيها لكنه وضع تعليلا هنا قال أن واضح أنه في إطار محاولات إقحام السودان فيما يدور بين روسيا والقرب وليس إقحام السودان هذه حقيقة حقيقة أن هذا الذهب الروسي الذهب السوداني أو الروسي الذهب السوداني هو أصار الروسي حقيقة لم يستفد منه السوداني شيئا يعني هي الزلة لكنها جاءت صحيحة جدا يعني أنه صار الروسي من كثرة ما يتم تهريبه إلى الروس معروف جدا وشركة ميرو كورد معروفة جدا يا جماعة يعني بعدين شوف الأطماع الروسية في الموارد السودانية وخاصة الذهب بدأت منذ عام 2014 هذا معروف جدا وعام 2014 ليه؟ لأنه جاءت في أعقاب القمع الذي تم لهبت 2013 الروس كانوا موجودين واستعانت بالروس وحتى هذه كانت الاستراتيجية التي تبعها نظام البائت بعد أن فرضت عليه العقوبات الأمريكية وكذا وكذا حاول أن يستعيد بروسيا بدلا عن ذلك أو كمكايدة للغرب والأمريكان أن يلجأ إلى روسيا هذا معروف جدا وبدأت الاستعانة بالروس التسليح والتدريب وغير وحتى مرتزغة فاغنر كان له موجود في السودان منذ ذلك الوقت وشهدوا رؤوهم الناس رأي العين أن مرتزغة فاغنر يتجولون في عربات مصفحة داخل القرطوم وكانوا يحاولون من الذين كانوا يحاولون إصدار التوجيهات والخطط للأجهزة الأمنية السودانية لكيفية قمع المظاهرات تأسست شركة ميرو كولد الروسيا بعدين حتى ميرو كولد الروسيا عندما تم اكتشاف فسادة وعمليات التهريب الكبيرة جدا الضالعة فيها في موضوع الزهب فرضت عليها رقابة شديدة جدا من الجانب الأمريكي وعقوبات وقعت على عقوبات حاولت أن تتفادى ذلك بإنشاء واجهة أخرى شركة أخرى لكن لحسن الحص وقتها كانت الثورة السودانية قد تمت وتم تكوين لجنة إزالة تمكينة 30 من مينو واسترداد الأموال المنهوبة لجنة التمكين عملية تحويل تحويل ملكية ميرو كولد الروسية إلى شركة صولاج باعتبار أنها شركة سودانية غير معنية ولا علاقة لها بروسيا ولا علاقة لها بميرو كولد أوقفت هذا الإجراء لجنة تفكيك التمكين لأنه اتشفت اللعبة لكن بعد الانقلاب مباشرة سارعت تلك الجهات لتحويل هذه الملكية لتصبح هي لافتة لافتة لشركة ميرو كولد الروسية طيب بعد هذه المعلومات المهمة والحساسة والموثقة أيضا التي أفادتنا بها الصحفية نعم الباقر ما هو الدور المقبل للمجتمع الدولي لنظرته لروسيا وهي تنهب الذهب السوداني بحسب هذا التقرير وطبعا كان يفترض أنه بناء على هذا التقرير الاستقصائي المتكامل هذا التقرير أي صحفي مهني احترافي لا يستطيع سوى أن يصف هذا التقرير بأنه تقرير مهني عالي المهني وعالي الاحترافية من كل الجوالب مكتمل تماما أنت لديك ربما أنا لا أتحدث عن أردول هنا وإنما أتحدث عن السلطات العليا لا بد إذا كان المسألة إذا كانت ليست بهذا القدر والمستوى الذي جاء في التقرير فلتتكون لجنة التحقيق فليتم التحقيق فيما ورد في هذا التقرير من حقائق ومعلومات ولكن لا أحد حتى هي عندما أشارت في التقرير لو طلعت التقرير كاملا ستجد إشارة إلى البرهان اعتباره قائد الجيش وعلاقته بروسيا ستجد إشارة إلى حميتي قائد الدعم السريع وعلاقته بروسيا وأنها يعني يعني سعت وحاولت أن تتصل بهذين الشخصين بالبرهان وحميتي ولكنها لم تتلقى أي استجابة أو أي رد أين أردول هنا هي لم تأتي على ذكر أردول حتى يتصدى حتى يتصدى للرد عن أشياء ربما هو لا يعرفها أو ربما يكون فيها مثل أم الزوجة المخدو آخر من يعلم فهي سعت لأنها تواجه من ورد ذكرهم في هذا التقرير بما تملكوا من معلومات وعثاء ولكنهم يمتنعوا عن مقابلته ويمتنعوا عن الرد عليها والاستجابة لطلبها مقابلته لطلبها